اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان نرحانوا بلدنا في مقدمة دول اللي قدرت انها تتعامل بشكل جيد مع الازمة الاقتصادية العالمية اللي بيشهدها العالم اجمع وده بفضل يمكن تيسيرات او تسهيلات او قرارات اقتصادية بتساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية خصوصا داخل سندوق البورصة وايضا الاستثمار وده يمكن علشان نقدر نحن ندفع حركة التنمية الاقتصادية في نفس الوقت فيه قرارات هدفها يعني هو المواطن بالنسبة الاولى ومساعدة المواطنين في الاستثمار ايضا ازاي نقدر نحق هذه المعاطلة ده اللي هنعرفه من دكتورة رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية ومحللة اسواق المال صباح الخير عليك يا دكتور بداية يعني الناس النهاردة لو بتسأل نستثمر في ايه ايه الملازل الامن للناس في الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها ده صباح النور واهلا بحضرتك فكرة كلمة الملازل الامن بيوساء استخدامها او فهمها بصورة كبيرة جدا الملازل الامن ان في اوقات الازمات في اوقات الحروب في اوقات الاوبئة كان دايما الناس بتدور على اصل من الاصول تشتريه او تضع فيه اموالهم مش عشان يحط لهم عائد على الاقل يحفظ على قيمة الاموال لان دايما في الاوقات دي قيمة العملة بتنخفض فبالتالي يعني مثلا اللي معاها 100 جنيه يقدر يروح يشتري بيها مجموعة سلع من مكان ما لنفس السلع دي في الوقت الازمة يجبها بالزبط بالزبط كده فقيمة العملة بتنخفض عشان نبسطها للناس بصورة كبيرة فبالتالي كان المشهور او اشهر ملازل امن هو الدهب فالناس خدتها قعدة انا في اوبئة في حرب انا هروح اشتري الدهب وده بينعكس على طول على سعر الدهب ويعني بيعمل ازمة من لاشه بيرتفع ما احنا هنقول ليه بقى بيرتفع هو الفكرة هل فعلا الدهب ملازل امن؟ او ملازل امن بس مش في اي وقت يعني ما ينفعش بعد ما الدهب طلع 30% 40% اروح انا كحد بسيط وسامع من الدهب ملازل امن اروح اشتري الدهب وينزل بيه هل هو كده حفظي على ايمة امواله هل انا كده يعني مشيت حسب تعريف الملازل امن؟ بالعكس انا كده خسرت كمان جزء من اموالي بدل محافظ على ايمتها بلاش اخد عائد لا ده انا خسرت من راس مال يعني انا ما عنديش الخبرة اللي تخلينا عرف هو هيستمر في الارتفاع ولا لا مجرد ما اشتري ممكن خلاص الامور استقرت ينزل يعني خفت تاني حبانا خسرت يعني مثلا رفضي ظروف الحرب اللي معروف ان لما الدهب لما بيحصل حروب الدهب مثلا بيرتفع بس حصل قرار مثلا في امريكا ان رفعوا الفايدة فلما الفايدة بترتفع الدهب بينزل فالحصل ان عالميا اسعار الدهب كانت بتنزل في مصر اسعار الدهب كانت بتتحرك عشان سببين يا اما اسعار الدهب على مين يا اما التوقعات للسعر الدولار بالاسف كان فيه ناس بتعمل نوع من التوقعات وكل دي غير حقيقية ومش مدينة على اساس اقتصادي وخلت ان مثلا في فترة اجازة العيد نشوف تصارع في اسعار الدهب في مصر لكن في نفس التوقيت ده كان الدهب عالميا بيهبط وكنا بنقول يا جماعة برجاء عدم التصارع وعدم شراء الدهب في الاسعار دي لان مبالغ فيها وبالتالي حققوا خسائر النهار دي صحيح دكتور يمكن كان فيه برضو تدخل صريح من الدولة في الوقت ده لحماية المواطن البسيط اللي بيفكر بفكرة انا عاوز ملاذ آمن علشان احط فيه فلوسي ويرحل الدهب كان فيه الشهادات الاستثمارية اللي هي العائد بتاعها 18% شايف الشهادات دي اتت بثمارها او جدواها تحديدا؟ بالطبع التوقيت اللي تم اتخاذ القرار باصدار هذه الشهادات بعائد 18% كان توقيت هام جدا كان البنك المركزي المصري بياخد قرارات علشان يواجه ازمة التضخم زينا زي اي بنك في العالم اغلب البنوك المركزية بما فيها دول المتقدمة خدت قرارات محدش ثبت بالعكس عشان بس الناس اللي بتقايد على هذا الامر كله بيرفع فيه ازمة طاحنة علامية ممرناش بيها على مدار عقود طويلة ولكن نرجع تاني البنك المركزي خد حزمة من القرارات جزء منها تماشيا مع المعايير العالمية عشان يحافظ على الاقتصاد والجزء التاني عشان يحمي المواطن ايه بقى اللي بيحمي فيه المواطن طيب قيمة العملة في يوم 21 مارس تم تخفضها حوالي 17% ففي نفس اليوم صدرت شهادات من البنوك الحكومية ب18% عشان اعوض المستثمر او المواطن المصري عن انخفاض قيمة عملة الجنين وبالتالي بقى عندي هنا ايه مصدر امن يضمنوا البنك المركزي المصري ان اموال المدعين دي مؤمنة بصورة كاملة ان انا حصرف عائد شهري وهاخد راس مالي في اخر المدة اللي هي السنة فبالتالي الفكرة العامة اي نوع من انواع الاستثمار زي ما بنبص للعائد لازم ابص للمخاطرة اللي اصاد هذا العائد طيب الدولة تستفيد ايه من شهد 18% مواطن يستفيد انه وعايد داخل يأمن بالنسبة له في الحقيقة فكرة ان الاموال بتبقى موجودة في ادين الناس وبيحصل اضطراب دايما فكان بنلاحظ ان فيه عملية دولارة يعني الناس بدون وعاية تجري تشتري الدولار وهي مش محتاجة احنا دايما اللي بيشتري الدولار او بيبقى محتاج الدولار هو المستورد وبعدين اكتشفنا ان فيه انواع من الاستراض بتهدر العملة الصعبة على سلع ورافهيات ما هيش سلع اساسية يعني في وقت الازمات دايما الدول بتقاس مدى كفائتها بان هي تقدر توفر السلع الرئيسية والاستراتيجية للمواطنين زي الامحة والرزو والمواد الغذائية دي هي دي السلع الاستراتيجية الادوية المواد الكامل اللي بتدخل في الصناعات الاستراتيجية طيب هل ينفع ان انا اهدر الدولار لمجرد ان انا عايز احتفظ به علشان الدولار هيعلى كده انا بضر بالاقصاد الوطن فبالتالي الدولة هنا استفادت ان هذه الاموال اللي كان ممكن تسبب عمليات دولارة نتيجة عدم وعي من المواطنين تم وضعها في وعاء امن بيحافظ على حق المواطن وفي نفس الوقت بيحمي اقصاد الدولة طيب دكتور خلينا نروح لحزم الاجراءات الاقتصادية اللي قامت بها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني في ظل ازمة عالمية وهنا بقول عالمية وبكرر لان ما فيش حد خارج دائرة التأثير والتأثر من هذه الازمة تحديدا يمكن كان اهم هذه الاجراءات فكرة جذب رؤوس اموال للبورصة المصرية وكانت رؤوس الاموال دي تحديدا من الاشقاء العرب قدرنا ان احنا نجذب رؤوس اموال كبيرة هذه الاموال بمجرد ضخها في البورصة طلع معاها شائعات كتيرة جدا زي نقدر لحنا نرد على ده ونقول اهمية جذب هذه الاموال للبورصة طيب احنا على مدار الفترة الماضية كنا بنسمع كلمة اموال ساخنة يعني ايه كلمة اموال ساخنة هي اموال بتدخل عشان تستثمر على المضل قصير جدا تستفاد من وضع موجود زي مصر كان بتقدم اعلى عائد على ادوات الدين بتاعتها يعني ايه ادوات الدين يعني الازون والسندات دي ادوات اي دولة في العالم بتصدرها حتى امريكا وحتى الدول المتقدمة علشان تقترد بيها وتسدد بقى عجز الموازنة تعمل مشاريع بس بصورة عامة دي ادوات الدين فاحنا كنا بنقدم اعلى عائد وكان ده بيجذب مستثمرين كتير لما حصلت الازمة حصل هجرة لاموال السندي بمعنى ايه مش بس في مصر في الاسواق النشأة كلها تمت عمليات بيع كبيرة الاستندات والازون وهذه الاموال تحركت نحو امريكا لانها كانت بترفع الفايدة طيب ايه بقى اللي يحل محل ده في الاحتياطي النقدي بتاعنا طبعا الاشقاء العرب كان فيه ودايع وده اللي ثقتهم في الاقصاد المصري يعني ده الرد بقى الحقيقي طب ندلل على ده بقى اكتر بايه انهما مش بس حطوا ودايع ده كمان دخلوا يستثمروا في عدة قطاعات في الاقصاد المصري الامر الملفت واللي لازم ننوه عليه الاقصاد المصري اقصاد متنوع اقصاد جاذب في كثير من القطاعات يعني مثلا احد الصفقات اللي تمت من احد البنوك السيادية في البورصة المصرية تمت على خمس شركات من كبرى الشركات المطروحة في البورصة واللي بتشتغل في خمس مجالات او خمس قطاعات مختلفة يعني معنى كده ان هذه الاموال مش موجهة لقطاع معين فمعنى ده برضو شوف كل دي رسائل بترسل طيب الكلام اللي بيقال للأسف الناس فهمت الكلام ده غلط وقال لك ايه الدولة بيبيع اصولها ما لسه بقى حعلق على النقطة بقى العجيبة دي فكرة ان الدولة بتبيع اصولها لا هي الدولة مش بتبيع اصولها اي دولة في العالم بتسعى دايما لجذب استثمار يعود على الفترة الطويلة مش استثمار في الازون والسنادات اه طبعا ده نوع كلنا محتاجينه ولكن الاستثمار اللي ليه عائد اعلى ان الاموال الناس دي تدخل شراكات في شركات وتبتدي تساعد في تمويل هذه الشركات تبتدي في هذه الشركات تعاين ناس يبقى فيه عمالة وبالتالي ينعمل حركة اقصادية ولكن دايما الناس بتبص للمعنى البعيد اي دولة في العالم بتبيع شركتها الحكومة بتبقى موجودة بنسبة ما في هذه الشركات وده اللي سابت الرئيس كان بيشير اليه تخارج الدولة من الاصول وهي لي شراكة القطاع الخاص بالضبط قطاع خاص سواء وطني او قطاع او شركات وسناديق عربية هتوفر لي عملة صعبة ما هي بتدخل ايه بتحط عملة صعبة بتاخد قصادها بالمصري وتبقى شركة معايا في هذه الشركات فكرة الوين وين بالضبط كتب دكتوراني جون عايزة رجع محاضرتك لمسألة الرافع الفايدة تأثير ده على الاقتصاد وايضا على الاستثمار مما لا شك فيه ان رفع الفايدة بيكون ليه تأثير سلبي على مناخ الاستثمار وبيؤدي الى انكماش مناخ الاستثمار ورفع تكلفة التمويل للشركات اللي عايزة توسع نشاطها او شركات جديدة عايزة تنشأ وبالتالي ده بيكون تأثيره سلبي ولكن في المقابل هل احنا كان عندنا اختيار لا ما كانش عندنا اختيار طب الدولة عملت ايه هرجع تاني لفكرة كفاءة الدولة او كفاءة الحكومة في التوقيت ده هي اتخاذ قرارات بتدعم بها باقي الصناعات الصغيرة والمتوسطة فوفرنا قروض مدعومة لهذا النوع من الصناعات يعني ايه مدعومة؟ يعني مخفضة بفوايد مخفضة وفرنا ايضا دعم ضريبي في بعض القطاعات دولة رئيس الوزراء اعلن ان هما هيتم اعفاقها من الضرائب او الاموال اللي هيتم ضخها في هذه القطاعات بصورة جديدة هيتم اعفاقها من الضرائب كل دي تعتبر محفزات بالضبط كده ودعم لان في الحقيقة ان الاستثمار محتاج دايما بوابة للتمويل طيب نيجي بقى هنا لأحد اهم البوابات اللي احنا منتظرين كلنا ان نشوف فيها دعم من الحكومة في الاجراءات اللي هي البورس البورس احد اهم الممرات لجازب سيولة لدعم الاقتصاد وتمويل الشركات فبالتالي احنا هنا زي ما اعلن دولة رئيس الوزراء واعلن سيادة الرئيس ان فيه اهتمام كبير بالبورسة وان احنا شايفين ان فيه نية لطرح عشر شركات في البورسة المصرية بالنسبة لقطاع الاعمال الى جانب شركتين للجيش هتتخرج منهم الدولة كل دي بضاعة جيدة ولكن احنا محتاجين نزيل اي عوائق موجودة علشان نقدر نجذب مستثمرين جدد للبورس طيب بمناسبة بقى ازالة العوائق الموجودة اثناء المؤتمر الصحف العالمي لدولة رئيس الوزراء اعلن عن انشاء وحدة هذه الوحدة دورها حل مشاكل المستثمرين سواء كان المصريين او الاجانب شايف اهمية هذه الوحدة او هذا النوع تحديدا باشراف دولة رئيس الوزراء هيساهم ازاي في حل هذه المعوقات الموجودة امام المستثمرين في الحياة ده امر هام جدا وامر يعني بيدي ارتياح كبير لأي مستثمر لان كثير من المستثمرين بتضيع مشاكلهم في اروقة محاكم او قضايا او تحكيم ولكن وجود مثل هذه اللجان بيساعد على الحل السريع دايما رأس المال الاجنبي او العربي اللي بيبقى داخل اي دولة دايما بيبحث عن اكيد تحقيق ربح اكيد بيبقى له اهداف ولكن ايضا فكرة التخارج السهل كل مكان الدخول والخروج من اي استثمار سهل وآمن يعني انا مش بخسر في فرق العملة فمش مهدد وده دايما كان البنك المركزي بيحافظ عليه فكرة الافلاس احنا تقدمنا كثيرا في فكرة الافلاس والتشادة وده كان امر اهم جدا للمستثمار الجديد بالضبط في قانون الاستثمار الجديد الى جانب طبعا وجود بقى لجان التحكيم وجود لجان تابعة لدولة رئيس الوزراء مباشرة مباشرة بدون ضياع او وجود اجراءات كتيرة ده بيدي نوع من الامان للمستثمر الاجنبي طيب المستثمر العربي والاجنبي وايضا المستثمر المصري بيتعاملوا بنفس الطريقة يعني مع كمان وجود الكسيرات الجديدة للدولة بتقوم بيها بالمسألة كمان جذب مزيد من الاستثمارات ازاي ده ممكن يساعد الفترة اللي جاي خيرا نبقى وقعين الفترة اللي احنا فيها زي ما قال دولة رئيس الوزراء هي ازمة لم نمر بيها منذ مئة عام ونقدر نقول عليها ازمة بكل المقيس ومحدش يقدر يتوقع بكرة او النهاردة على اخر اليوم الاحداث الجديدة اللي هتحصل احنا كل يوم بنسحى على خلي بالك ندلوتي السياسة والاقصاد وامورتبطين ببعض وبقت كل دول العالم بقت ما فيش دولة تقدر نقول اللي هي عدت او الحياة ان الازمة ازمة اقتضية كمان يعني من الدرجة الاولى هي حرب اقتضية بالضبط هي ازمة طحنة بكل مقايسها فالفكرة العامة هنا ان دايما فكرة المحفزات التسهيلات قدرة الدولة على جذب استثمارات يعني احنا عندنا دول في شمال افريقيا في وسط هذه الازمة قدرت ان هي تجذب استثمار اجنابي مباشر بنسبة كبيرة جدا من الاستثمار الموجه لقارة افريقيا خاصة بعد الحرب الروسية الاوكرانية كثير من الدول او كثير من المستثمرين كان عندهم مصانع في اوكرانيا مثلا واغلقت بسبب الحرب فبتجد دوروا عن بديل فمثلا وجدوا المغرب المغرب قدرت تجذب 67% من حجم الاستثمار الاجنابي المباشر الموجه للقارة صحيح تونس قدرت تجذب النسبة الاعلى بعدها وبالتالي مصر مش بعيدة تماما عن هذا الامر احنا عندنا بنية تحتية عندنا طاقة عندنا مشاريع زراعية عندنا مشاريع اكبر محطات للطاقة في العالم محطة بنبان وغيرها الطاقة الهيدروجينية وهذا الاستثمار الهام عندنا تشريعات طب يجب ان احنا نزيل بقى فكرة العواق احنا هتجين شوية تسهيلات جمركية شوية تسهيلات ومحفزات ضريضية اعتقد ان هذه النوع من المحفزات هي القادرة ان هي تحافظ على الاقصاد المصري خاصة ان احنا اقصادنا ممكن يخرج مش هقول كازدان ولكن مستفيد بصورة اكبر من هذه الازمة نعم دكتورة راني ياعقوب يمكن احنا الهدف من نجوز حضرتك النهاردة هو يعني قمتك وخبرتك لتبسيط المعلومة للمواطن المصري يمكن في الاونة الاخيرة ظهر مصطلح الفيدرالي الامريكي وارتفاع سعر الفايدة ازاي ده بينعكس لان دلوقتي احنا عندنا كان فيه ست اجتماعات او لسه فيه اجتماعات اخرى للفيدرالي المتعقع ان كل اجتماع هيرفع فيه سعر الفايدة الخاص بيه المواطن اصبح دلوقتي بيترقب لكن دون علم ما يعرفش الاجتماع ده ايه هدفه ازاي لما الفايدة دي بترتفع بتنعكس على الاقتصاد العالمي في الحقيقة الدولار هو العملة الاقوى عالميا فبالتالي لما بيتم رفع الفايدة من جانب الفيدرالي لامريكي الفيدرالي لامريكي عشان نبسطها الناس هو زي البنك المركزي المصري بتاعنا هو البنك المركزي او البنك المسؤول عن تحديد بالزبط تحديد اسعار الفايدة وده بيحدده بناء على معدلات التضخم دايما نربط الكلمتين دولار مع بعض يعني احنا البنك المركزي اي بنك المركزي بيستهدف معدلات تضخم معينة وبيستهدف معدلات فايدة معينة بيحددها عليها وطبعا تحركات اسعار العملة بناء على هذه المعطيات طيب الفيدرالي لامريكي بيرفع الفايدة يبقى الدولار هيقوى والدولار هيقوى قصاد جميع العملات مش قصاد الجنيه المصري عشان بس الناس بتعتقد احنا بنخفض الجنيه وممكن نخفض الجنيه تاني طيب فكرة ان انا خفض الجنيه هل هي دايما سلبية لا احيانا تخفيد العملة ممكن يبقى ايجابي لو انا دولة بنتج لو انا دولة عندي صدرات لان بيقلل سعر الصدرات بيخليها اكثر منافسة فبالتالي بتبقى مطلوبة بصورة اكبر طيب هل احنا هنخفض الجنيه تاني تبعا للوقت الحالي وده اللي يهم المواطن كل ما بيتابع اسعار الفايدة مش معنى ان حد بيعلي الفايدة وان قيم العملات بتنخفض ان احنا هنخفض قيمة الجنيه احنا في مصر مسألة ان احنا رفعنا الفايدة جات في وقتها ولا جات متأخر لا طبعا في وقتها وكنا متماشين مع المعيار العالمي وكنا دايما لازم ننتظر الاعلان عن معدلات التضخم دايما البنك المركزي هتلاقيه في التقرير بتاعه بيستهدف رقم تضخم معين مثلا 7% يعني زائد او نقص 2 بمعنى ايه لو زائد فوق 9% هزود الفايدة لو فضل في المعدل ده مش هزود الفايدة لو نقص عن مثلا 5% هقل للفايدة لو فضل في المعدل ده هسبت الفايدة فدايما تقرير البنك المركزي بيبقى فيه نقاط مهمة جدا طيب احنا فعلا معدلات الفايدة بعد قرار الفدرالي الناس كانت متوقعة بعد الاجازة هندخل فيه اجتماع استثنائي وهنرفع الفايدة البنك المركزي قالك لا احنا اجتماعنا في معاده لازم ابص على معدلات التضخم يعني ايه كلمة التضخم كده برضو عشان ابصتها للناس بسرعة هي معدل الزيادة او الزيادة المستمرة في معدل الأسعار طب هي كل الأسعار بتزيد لك ده الأسعار زادت 30% احنا التضخم اكيد 30% لا يا فندم البنك المركزي لما بيجي إيس التضخم بياخد حاجة اسمها سلة من السلع والمنتجات الأساسية دايما بالضبط كده اللي هي الأساسية طيب وفيه نوع من التضخم تاني اللي هو التضخم الأساسي اللي هو بيشيل بقى فيه المواد الجزائية وبيشيل فيه الأسعار الوقود لأن تحركاتهم عنيفة يعني فجأة ممكن تلاقي أسعار حاجة زادت 20-30% بعد إسبوع سعر الوقود في أمريكا وصل لأعلى الأسعار بالضبط كده فهي دي الفكرة العامة دايما يا جماعة الناس مش محتاجة أن هي تدخل نفسها في تفاصيل كبيرة ولكن أيوة إحنا عايزين نعرف الناس محتاجة إيه الفترة جاية اقتصاديا المواطن العادي فكر فيه اقتصاديا ويتعامل إزاي في ظل الأزمة اللي هو أكيد حسس به هو محتاجين ثقة أنت محتاج ثقة في بيانات الحكومة محتاج أنك أنت ما تستقش معلوماتك من السوشيال ميديا من جارك من زميلك على القهوة لأن للأسف كل الناس دي يقولك أنا أحط فسيكولاف دولار هي هتعمل بيها إيه طب إحنا ما خفضناش الجني وهنا بنأكد أن في حين لو كنت حطيتها في البنك دلوقتي كنت أخط عليها عائد وهنا بنأكد أن مش كل واحد منمخ وقاعد بيقول كلام مرتب هو خبير ولديه المعلومة طيب كحضرتك كخبيرة ومتخصصة في الختام عاوزين نعرف متفعلة بما يتم على أرض الواقع من حزم وإجراءات اقتصادية مصرية في الحقيقة عندي ثقة كبيرة جدا في أداء الحكومة في الحقيقة عندي ثقة أن مش كل اللي بيتم إعلانه دلوقتي هو إحنا محتاجين نعرف المعلن عنه دلوقتي مش محتاجين دايما نستبق قرارات الحكومة إحنا فعلا يعني إحنا ما دايما بنقول إحنا الفترة الحالية متوقع أن إحنا هنفضل نسمع حزم تحفيز ومتوقعين نشوف تخفيضات ضربية بالضبط أنا عندي تفاولي بيرجع من حاجة بسيطة الثقة أنا مش بستقي معلوماتي من أي حاجة إلا من البيانات الحكومية ومن مصادرها ولو أنا ما عنديش الواعي بدا كرانيا يعقوب وأنا مواطن بسيط كل اللي أنا محتاجه إن أنا مجريش على الأقل وراء الإشعاعات دي وإن أنا أضع أموالي في مجال آمن طول ما أنت حديدك بتحط في البنك مثلا أنه أنت ما عندكش وعي بالاستثمار في الدهب أو الدولار حضرتك استثمر في البنك معدلات التضخم أقل من العائد بتاع البنك فأنت لسه راس مالك بيحقق عائدك صحيح دكتورة رانيا يعقوب يعني الخبيرة المصرفية أو المحللة المصرفية وخبيرة الاقتصاد بنشكر حقيقة فندي معنا وجودك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة